قبل شوية السيد وزير التعليم عفوا للأستاذ محمد عبداللطيف كان متواجد في مجلس النواب سيادته أعلن أمام مجلس النواب مجموعة من التصريحات هنرد عليها أكيد خلال الأيام اللي جاية منها أنه أضع على عجز المدرسين وده كلام لو تعلمونا عظيم يعني سيادته خلال كم شهر أضع على عجز المدرسين رغم أنه ما فيش حد تعين يعني ما تبص كده إحنا سيادته استلم الوزارة عنده عجز نصف مليون مدرس 30 ألف مدرس متعينوش عمال بيتاجر فيهم هو والوزارة 60 ألف اللي قبل كده متعينوش اللي كانوا شغالين بالحصة مشتغلوش فطالع سيادته النهاردة بيعلن القضاء بنسبة 90% على عجز المدرسين وده أيضا محتاج أرقام أنا بحب الأرقام محتاج ساعدته يديني أرقام كيف استطعت القضاء على عجز المدرسين لأن أنا سامحوني مش مصدق هذا الكلام منحقي أنا كان عندي عجز الشهر اللي فات نصف مليون مدرس دلوقت سيادته بيقول ما فيش فصل بدون مدرس إزاي عملتها؟ ما عرفش إزاي إنت كنت لسه بتفكر ترجع الموجهين وكنت بتفكر تخلي مدرس الألعاب يدرس فيزياء ويدرس كيميا لغيت شوية مواد ضميت شوية مواد ما عرفش إنت عملت إيه فمحتاج بقى فكر ساعدتك تقول لنا كيف استطعت القضاء على عجز المدرسين قال كمان النسب الحضور في المدرس وصلت تسعين في المية قال كمان إن كثافة الفصول لا تتجاوز خمسين طالب ده أيضا حاجة غريبة يا أخوان هل بنا مدرس جديدة؟ ما بناش هل زود فصول جديدة؟ ما زودش حاجة من اتنين بقى يا فصل الطلبة يا عمل فيهم حاجة ما أنا الكثافة في الفصول كانت في بداية هذا العام حسب بيانات وزارة التعليم بتتراوح ما بين 88 طالب في الفصل الواحد قم بقدرة قادر سيادته بيقول النهاردة الكثافة خمسين يمكن حضراتكم بتسمعوني كل واحد يسأل ابنه كده اللي قاعد جنبه أنتو كانوا واحد في الفصل قل لك يا بابا خمسة وسبعين خمسة وستين خمسة وتمانين المهم يعني سيادته النهاردة كان بيتكلم أنه استطاع إجبار أولياء الأمور إرسال أولادهم للمدارس وده حاجة أنا بحيي عليها لكن هو بيتكلم عن كده مش واخد بقى أهل أولادنا بيروحوا المدارس إزاي ده يمكن موضوع ما لهوش دعوة بي يعني ما يخصوش خص شوية السيد وزير النقل خص شويتين ست وزيرة التنمية المحلية خص تلات أربع شويات سيد وزير رئيس مجلس الوزراء نحن عندنا قرى كاملة بلا مدارس طبعا دي تخص وزير التعليم فبيضطر الولاد يعدوا من قرية لقرية يعبروا بقى ترعة مصرف نهر النيل عشان يروحوا لأقرب مدرسة منهم مثلا أبناء قرية أو عزبة قنبر زي ما بيقولوها كده أهلنا في أسيوت عزبة جنبر بأسيوت التابع المركز أبانوت ولادهم كل يوم سواء كانوا طلب أزهريين زي الشيخ المعمم أو الطالب الجميل المعمم اللي لابس جبة وكاكولة ده أو طلبة المدارس الابتدائية العامة بيعدوا من فوق مصورة بالشكل ده لأن أقرب كبري حسب كلام المواطنين على بعد 2 كيلو متر قرية مجموعة الكرة اللي على يمين الترعة فيها ما فيهاش مدرسة والمدرسة موجودة على يسار الترعة عشان تتعلم لازم تعدي من على المصورة مصورة مية أو نخلة أو حتة خشبة بيعدوا من عليها الولاد كل يوم ده في أبنوب في محافظة أسيوت في الوقت اللي سيادته بيقول أكبر أولياء الأمور إنهم يبعاتوا ولادهم في الوقت اللي سيادة وزير النقل بيقولك حلينا مشكلة معديات المشاه في عموم الجمهوري نتابع هذا الفيديو من الساعة سبت لحد اللي بعد مبدوها الساعة مية وعدين ده ثلاث عزب ثلاث عزب هنا في المحافظة عزبة على الجنبر وعزبة الحجيجيومعة وعزبة أبعوها مدرسة مدرسة ثلاثلة المدرسة ثلاثلة دي جنبيكم هنا جدا وعملية المية جنب المية جنب المدرسة هناك عملية المية قولي الحتة دي الوصلة دي بيقولي احنا اللي عملنا الفلاك دي ده أصلا مسورة مية مسورة مية عملنا مسورة مية وبعدين واحد جريبنا برضو وادعنا يوم الجمعة برضو واجع غيرك فيها دي ده الجمعة اللي فاتت تخيل بقى الراجل الطيب ده عم الحج يقولك يوم الجمعة اللي فاتت واحد جاربنا جاربهم يعني وقع في الترعة دي فغرق مات فما بقى لك بقى بالأطفال طفل الصغير اللي شكله في سنة أولى ابتدائي ده طفل اللي وراه اللي شكله أرض أيضا في أولى ابتدائي دول بيعدوا ازاي خلي كل يوم الصبحة بالشكل ده مشكلة ان الأزمة مش من النهاردة نحنا عندي خبر من 2017 يعني بنتكلم كام سنة تقريبا ست سنين نفس الخبر كده نفس العزب دي قالك أول معاناة أربع عزب أو أهالي أربع عزب أطفال المدارس والأهالي بيعبروا فوق مصورة حديدية العبور الطريق الرئيسي بيصرخوا أطفال معرضين للغرق في الترعة وبينجدوا بطبيعة الحال كل المسؤولين تفرق بقى على الطريق أولا ما شاء الله يعني إيه حاجة تفرح شكل الطريق وتخيل الدنيا بتشتي على هذا الطريق تخيل في النهارة الصبح الأطفال بتهيقل يطين بتبقى واصل حد ركابهم شايف بيعدوا زي ده مش عزبة واحدة بقى مش مش قنبر ولا جنبر دي لا دي احنا عندنا كزا عزبة بقى يعني منها مسلا عزبة القدية وعزبة ودي في ديروت عندنا كمان العزبة اللي قالوا عليها بتاعة عزبة عرب الجدايح أو القدايح دي موجودة أيضا الأدديح القداديح دي موجودة في أبنوب شايف ولدنا بيعدوا ازاي على المواسير عارف انت سير سير وإحنا وراك هنا النهاردة دلوقتي بقينا وراك على المواسير دا من 2017 خمس سنوات عجزت بلدنا لصرفت على هذا الملف في 2 تريليون جنيه وانا آسف ان بكرر هذا الرقم كتير لانه رقم مهول عجزت انها توفر لدول حاجة يعدوا عليه عندي أيضا خليه بس أكمل الأسيوط الأول أو دي دي خلاص كانت آخر الأسيوط الفيديو طب جبلي كده عندك كيف واضل شوف كده الخبر دا الغرق بيهدد الأطفال خلال ذهبهم وعودتهم من المدارس في قرية الكودية بأسيوط رغم ان سيادة المحافظ في 2023 اللي هو سيادة اللي هو المحافظ السابق لأسيوط كان بيعلن انجازات بص الانجازات في ملف الطرق والكباري غير مسبوقة دا كلام سيادة اللي هو المحافظ عصام سعد السنة اللي فاتت أمام مجلس النواب وقال ان احنا عملنا انجازات صرفت وقديها سيادة اللي هو قال والله احنا صرفنا شوية فكة حوالي 7 مليار جنيه على الطرق والكباري في محافظة أسيوط منهم 285 مليون جنيه عملنا 173 كبري مشاه وقال لك انجازات انجازات كبري ومشايا اللي هي البتاع الصغيرة دي طب العزب دي سقطت من حسابات سيادة المحافظ وحسابات انجازات حياة كريمة وما إلى ذلك وبالمناسبة بس مش عزب أسيوط لوحدها أنا عندي عزب أنا كنت عرضت لحضراتكم الفيديو دا قبل سبوع تقريبا كان منين يا إبراهيم لو تفتكر لي اسم العزبة أيضا بص كده الولاد شغل الفيديو حسان وإحنا متفرج نتكلم وإحنا متفرج شوف رجليهم في الميا ققف كده لحظة ققف يا حسان رجليه في الميا بالشكل دا و ماشي على مصورة لقدر الله لو وقع دا يا ربنا يرحمه خصوصا ان ترعبان انها تبطين تخيل بقى الدنيا بتشتي الجو برد الجو ساعة في ندى على الصبح دول أطفال ريحين المدرسة والله العظيم شغل بقى الفيديو خلي الناس تتفرج شوف بقى حتى شكل الميا شكل الميا شكلها مليانة بالهارسيا وحالتها كرب ما يلونها أخضر يعني لا الميا نظيفة ولا وسيلة الانتقال آمنة وأطفال عمرهم ست سبع شوف له لا بص نطف الميا مش شكلها طب افرد دا رجله بزحلقة واحد كتر ألف خير واقف واقف على الشط أيها مدرسة ايه اسمها مدرسة نجع محروس فين بقى يا سيدي في محافظة في نجع محروس في محافظة فمش عارف يعني هنفضل لحد امتى ليس تصيدا للأخطاء عشان محدش يقول يا عم انت سايب الانجازات وطلع تكلمنا لا ليس تصيدا لكن ولادنا اللي بيموتوا او معرضين يعني آسف نهم يموتوا بالشكل دا في اسيوت ولادنا معرضين يموتوا بالشكل دا في انا ولادنا ماتوا مبارح تحت العجلات العجلات القطر في الجيزة ولادنا ماتوا لأسبوع اللي فات على طريق الجلالة اللي الحكومة بتقول انها عملية معجزة ولادنا ماتوا للشهر اللي قبلوا او الأسبوع اللي قبلوا في تصادم قطرين غرق والأسبوع اللي فات في قطر المينيا ده شيء لا يمكن السقوط عليه هعيد تاني متى يحاسب المسؤولين عن هذا الإهمال وبالمناسبة خلي وزير التعليم على جنب لأن أنا النهاردة وبكرة اليومين اللي جايين دولت ممكن بعد الإجازة نبحث في صحة تصريحات السيد الوزير أنا مش عايز أكذب الراجل لكن أنا عندي من لسانه هو قبل أسبوعين من النهاردة قال عندي عجز في المدرسين نص مليون مدرس النهاردة بيقول استطعت حل مشكلة عجز المدرسين هل ده كلام صح ولا كان مجرد فرقعة كده الانتزاع أهات الجماهير حاجة كده زي بتاعت زمان الموت اللي مش عارف إيه يعني أتمن آه آه وكمان موضوع الفكرني إبراهيم بكشف كشف الطبي واللي وزنها زايد واللي آه عنده مش عارف آه وزنه زيادة شوية واللي حامل ما كوني ده استوبعت انت بتقول كلام غير مطابق للواقع انت لا عينت ولا جدت ولا طولت قصدي يعني الناس يتبع على المعاش وجاي دلوقتي تقول لي حلية المشكلة ما حلية المشكلة ازاي حلية المشكلة ازاي وكيف ومنين وإيه اللي هتبقى ساعتك أنا آسف يعني بتقول تصريحات زي بتاعت حلينا مشكلة البيض حلينا مشكلة الفراخ وقواتنا على حدود مين تل عبيب فاكر كان بيقولك جيشنا على حدود تل عبيب كان بيقولك صنعنا الصاروخ مش عارف القاهر والزافر والناصر وعملنا سفينة الفضاء وكل ده بلح شفناش اي حاجة بالحاجات دي الا على صفحات الجرائد الحكومية اتمنى الا يكون تصريح السيد الوزير اليوم زي تصريحات الحكومة ايام عبد الناصر والسجنة اشتركوا في القناة